موسيقى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه شهر رمضان شهر البركات شهر الخيرات شهر الطيبات ها نحن وإياكم سادة المشاهدين أخوات المشاهدات نعيش هذه الأيام ونترقب هذه الوعود الذهبية الوعود التي أعطاها الله تبارك وتعالى لنا في أيام الخير هذه ومن بين هذه الوعود وعد نتيجة التقوى قال تعالى وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا هاي الوعد الأول النتيجة الأولى للتقوى الهدية الأولى من الله تعالى اثنياً يرزقه من حيث لا يحتسب في البداية علينا أن نعرف أن التقوى هي ثمرة للصيام فهذا الشهر ثلاثين يوم أنت تتدرب على الصيام وتتدرب على استحصال موضوع التقوى والتقوى كما عرفها الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه في تعريفه المشهور قال الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضى بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل هذه هي التقوى أولاً أن نخاف من الله تبارك وتعالى ثانياً نرضى بالقليل من كل شيء أعطاه الله تبارك وتعالى فالرضى والقناعة شيء مهم نستعد ليوم لقاء الله تبارك وتعالى وهكذا والاستعداد ليوم الرحيل هذه هي المثابات التي ننطلق منها لكي نصل إلى التقوى وكذلك عرف التقوى سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما سأله أعرابي قال ما التقوى يا أمير المؤمنين قال أرأيت إن كنت في أرض فلات يعني صحراء فيها أشواك اللي في صحراء وأرض فيها شوك ماذا تفعل؟ قال أجمع ثوبي يعني ألم هدومي ثم أجتهد أن لا أضع قدمي في مكان فيه شوك يعني بين هذه الشوكة وبين هذه الشوكة أضع قدمي في المكان النظيف قال تلك هي التقوى إذن أن نحترز من المعاصي وأن نتجنب الذنوب وأن نضع أقدامنا حيث يحب الله تبارك وتعالى ويرضى هذه هي التقوى هذه المسألة مسألة أن نتجنب المعاصي ومسألة الخوف من الله تعالى والمراقبة لله تبارك وتعالى في كل صغيرة وكبيرة كما يقول إن لم تكن تراه فإنه يراك هذه هي التقوى اللي نتلمسها أخواني أخواتي في هذه الأيام ترى الصيام ليس بمعنى أن يعني نمتنع فقط عن الطعام والشراب وبقية الأوقات نضيعها هكذا لا 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 نتعلم كيف نراقب رب العزة جل جلاله نتعلم كيف نخطو الخطوات في كل خطوة في كل اختيار في هذه الحياة اللي تعيشها كل خطوة أفكر قبل ما أخطوها هل هذه الخطوة هل هذا اختياري يرضى عنه ربي إذا يرضى توكل على الله وإذا لا يرضى لا تجنب وتراجع هذه هي المدرسة هذه هي التدريبات التي نحياها لذلك عندما نتلمس هذه التقوى تأتي الوعود أنت رب العزة جل جلاله من يعد وعود لا يغير ولا يتخلف في تطبيق هذه الوعود ومن أصدق من الله قيل ومن يتق الله إذن لازم إحنا شنو نتق الله ماذا يفعل رب العزة جل جلاله يجعل له مخرج يجعل له مخرج من كل ضيق من كل ألم من كل مأساة من كل أذية وما أكثرها اليوم في العراق يجد رب العزة لنا فيها مخرج وهذا هو المطلوب وهذه هدية ربانية اثنين يرزقه من حيث لا يحتسب كلما ضاقت علينا دروب الرزق كلما ضاق علينا المال الحلال والأموال الحرام مبذولة ما شاء الله في العراق ذات اليمين وذات الشمال والناس للأسف تتسابق أما ما للحلال قد يضيق على الإنسان فإذا كان تقيا فإن الله تعالى يفتح عليه من فتوحاته يقول يقول للشيء كن فيكون يوسع عليه في الرزق وهذا ما يتمناه كل مؤمن وكل تقي لذلك لا نخاف ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم يا رب من هم يا رب الذين آمنوا وكانوا يتقون إحنا إن شاء الله مؤمنين واثقين بالله تبارك وتعالى بموعوده نتدرب أن نكون الذين آمنوا وكانوا يتقون والتقوى ترى ما تبين فقط بالصلاة والصيام في المواقف كان لي صديق دعتهم رأى ذات حسن وجمال في الكلية أمامي صار المنظر فأجاب قال إني أخاف الله رب العالمين وأغلق باب السيارة كانت دعته إلى الركوب معها هذا الموقف يؤشر الذين آمنوا وكانوا يتقون جعلنا الله وإياكم من المتقين قولوا آمين اشتركوا في القناة